السلام عليكم ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة وجيت لكم بفيديو جديد الفيديو بتاعنا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين كده السلاحف اتجمدت من البرد الموضوع بجد مؤسف جدا ومحزن جدا زي ما حضراتكم كده شايفين ما فيش اي رد فعل للسلاحف صدفة سقعة جدا اديهم يعني جمدة من كتر البرودة ما فيش اي رد فعل زي ما حضراتكم شايفين كده لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم ونذكر الله على بذكر الله تطمئننا القلوب سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر طبعا كتير بتجيلي شكاوي وبيقولولي ان السلاحف الفقس للأسف الشديد ماتت يعني وهما مش عارفين ايه السبب طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان السلاحف الفقس بتبقى عايزة معاملة خاصة طبعا منعتها قليلة وصدفة بتاعتها ضعيفة وشهيتها ضعيفة فبتبقى عايزة معاملة خاصة غير السلاحف الكبيرة خلو زي ما حضراتكم شايفين رد الفعل بطيء جدا جدا أنا عمالة يعني زي ما حضراتكم شايفين كده أشوف أي رد فعل مفيش رد فعل خالص مفيش حركة شبه متجمدين استطفة ساقع زي ما قلت لحضراتكم احنا كبشر مش مستحملين درجة البرودة الجو برد جدا سواء في مصر أو في أي بلد تاني يعني انا بقول جو مصر معتدل بس طبعا بيتيجي أيام زي ما احنا كده في شهر طول بتبقى درجة البرودة آآ عالية جدا فيه فاحنا كبشر مش بنبقى مستحملين فما بالكو بقى استلاحف الصغيرة الفقس دي اللي هي بتبقى أقل من ست شهور أو معنا أو كمان أقل من سنة آآ بتبقى في في مرحلة خطر جدا لغاية ما تكمل سنة بنبتدي بعد السنة نقول يبقى آآ مرحلة الخطر عدت على خير لو ليهم عمر انهم ما يعيشوا فطبعا انا حبيت اعمل الفيديو ده لان طبعا كتير زي ما قلت لحضراتكم بتجيلي شكاوي وفجأة بيلاقوا السلاحف الفقس آآ لقدر الله ماتت فجأة كده ومش بيبقوا عارفين يتعاملوا معاها زي ما حضراتكم كنتوا بتشوفوا في فيديوهاتي ان انا كنت بصور السلاحف في الصيف كانت بتاكل وبتتحرك وكانت كويسة جدا أما في الشتاء وضع تاني خالص طيب انا لو لقيت السلاحة بتاعتي الفقس متجمدة جدا من درجة البرودة والصدفة آآ سقعة وإديها آآ زي ما شفتوا كده ما فيش اي رد فعل هعمل ايه هبتدي اجيب ميا دافية ولازم تكون ميا دافية اقدر اتحملها والسلاحف تقدر تتحملها ما ينفعش ان انا اجيب ميا سخنة جدا ممكن لقدر الله آآ تأذي السلاحفة وتحرق الصدفة بتاعت السلاحفة لان الصدفة ضعيفة جدا يعني بنحط الميا دافية واول ما نحس ان الميا ابتدت تبرد بنزودها ميا دافية تاني ولازم طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الميا تكون تحت آآ تحت في الصدفة من عند بطن السلاحفة تحت مستوى الفم والانف اوكي فانا بحطهم كده شوية بحس جسمهم يبتدي آآ يعني هما كانوا مشضادين زي ما حضراتكم شايفين كده فتبتدي بقى الاعضاء بتاعت جسمهم تبتدي يحصل فيها ارتخاء ده فوايد الحمام وكمان الجلد بتاعهم طبعا جاف جدا من البرد طبعا الميا بتعمله الرطوبة فالموضوع ده مهم جدا وطبعا جالي سؤال وقالولي ازاي في آآ في البرد نقدر نعمل حمام ميا دافي للسلاحفة اول حاجة طبعا لازم نختار الجو المناسب طب لو الجو مش مناسب نعمل ايه آآ بنقفل القوضة كويس جدا ممنوع اي طيار هوا ييجي عشان طبعا استلاف صغيرة جدا ومسهل قوي انها تاخد برد وطبعا علاج البرد بيطول فاحنا بنكون مقفلين القوضة الميا تكون دافية زي ما بقول لحضراتكم كده آآ بنسيبهم شوية اول ما بنحس انه هم ابتدوا يتحركوا زي ما حضراتكم شايفين كده لو عطشانين هيشربوا لو مش عطشانين كفاية طبعا ان الميا هترطب جسمهم ايديهم ورجليهم ورسهم آآ وبعد كده بطلحهم على طول على فوطة زي ما حضراتكم هتشوفوا كده في الفيديو خطوات اللي انا بقولها لحضراتكم دي مهمة جدا وياريت يعني نمشي عليها بالضبط ما ما نعملش حاجة من دماغنا عشان اي غلطة آآ ممكن لقدر الله السلاحف تعي ويجرى لها آآ زي ما قلت لحضراتكم برد وتموت والسلاحف الفأسة حساسة جدا طبعا انا هطلحها على فوطة كده وبعد كده هقولكو على حل كويس جدا جدا هيرضي جميع الاطراف لان طبعا آآ بنبقى محترين جدا في الشتا نعمل ايه آآ للسلاحفة طبعا انا هقولكو على حل بسيط هنجيب كرتونة زي ما حضراتكم شايفين كده ونحط فيها قطعة قماش وهنجيب لمبة عادية جدا اللي هي الصفرة العادية الميت واط وهنعلقها على اي خشبة على آآ آآ ارتفاع الكرتونة من فوق ده طبعا حل للناس اللي مش معاها آآ امكانيات تقدر تجيب لمبة سراميك شايفين انا بورها لكو انا حطها ازاي ولا معاها آآ ولا عندها مثلا دفاية ولا عندها تكييف ولا عندها الحاجات دي وطبعا استلاحف زي ما حضراتكم شايفين كده ممكن مستهلة قوي ان زي ما حضراتكم شايفين ان هي تتجمد في الشتاء فانا حبيت اواريكم الفيديو من البداية وازاي تقدروا تتصرفوا طبعا لازم ارتفاع اللامبة يكون عالي ما ينفعش ان احنا نحطها فوق الصدفة مباشرة طبعا اللامبة الصفرة دي بتطلع حرارة هي طبعا مش مفيدة قوي لسه لاحف بس حل كحل مؤقت آآ طبعا المفيد اكتر اللي هي اللامبة السراميك اللي هي طبعا بس سعرها طبعا بيبقى غالي وكتير مننا ما بيبقاش عندهم الامكانيات او الماديات ان هما يقدروا يجبوها طب احنا في الوقت ده هنقدر نسيب السلاحف تتجمد وتموت خصوصا السلاحف الفأس لا طبعا ما ينفعش خالص فانا حبيت اعملكو الحل المؤقت ده شايفين مجرد ما السلاحف اتعرضت للحرارة ابتدت تتحرك ازاي برغم ان هي كانت ما كانش فيه اي رد فعل انهائي انهائي لها ام طبعا ببعد اللامبة بس عشان اقدر اصولوكم والاضاءة متكونش جاية في الكاميرا تدايق حضراتكم شايفين السلاحف ابتدت تتحرك مجرد انه هما حاسوا بالحرارة حتى التوقم هو طبعا التوقم منعته ضعيفة جدا جسمه ضعيف جدا كمان نموه ضعيف جدا ما بيزيتش حتى وزنه ما بيزيتش من ساعة ما طلع من البيضة وهو وزنه زي ما هو برضو حجم الصدفة ما بتكبرش كتير طبعا يعني انتوا عارفين التوقم بيبقى ضعيف في كل حاجة وكمان يعني طبعا الموت والحياة بيضرب منها بس يعني مش بيبقى محتمل انه يعيش فترة طويلة فاحنا بنعمل اللي علينا وما نقصرش عشان ما نتحسبش اوكي طبعا هنا انا قطعت لهم خيار عشان ريحة الخيار اه يعني تفوقهم كمان زي ما حضراتكم شايفين كده انا جايب الخيار قدامهم كده عشان يبتدوا يشموا ريحة الخيار ويفوقوا كان فرق استعمى من الارض في اول الفيديو والوقتي بعد ما عملت لهم الحمام المياه الدافي وعرضتوهم للحرارة طبعا في الشدة ما فيش شمس كتير وكتير بيشتكلنا من الموضوع ده في لو فيه امكانيات نقدر نجيب آآ لمبة بديلة الشمس هي اليو في بي طبعا سعرها مرتفع جدا فطبعا مش كلنا هنقدر نجيبها واللمبة سراميك برضو سعرها غالي برضو مش كلنا هنقدر نجيبها فزي ما قلت لحضراتكم انا عاملة الحل ده كوضع مؤقت خصوصا لاستلاحة الفقس وكمان للناس اللي ما عندهاش امكانيات تقدر آآ تجيب لمبة سراميك للسلحفة طب اللمبة دي تغني عن الشمس يا طنطنانا لأ طبعا اللمبة دي ما تغنيش عن الشمس نهاية اما تغني عن اللمبة السراميك اللي هي للتدفئة لان اللمبة دي بتطلع تدفئة وكتير لما بيربوا الفراخ آآ أو الكاتاكيت أو البط أو الحاجات دي بيستخدموا اللمبة دي كمصدر للتدفئة بس احنا عندنا استلاحف ما بتحبش الإضاءة استلاحف عمتا بتحب الأماكن الضلمة وبتحب دايما لو حطين السلحفة في الشقة بتلاقوها بتدور على أي مكان يكون مظلم وتبتدي تنامتي أو تستخبأ فيه ولو حطينها في البيت بتاعها بنلاقيها دخلت تحت المغبأ بتاعها وبتدي التنام فاحنا هنا بننصح باللمبة سراميك عشان لمبة سراميك معتمة فما بتطلعش إضاءة الاستلاحف طيب انا ما عندي زي ما قلت لحضراتكم هشغل اللمبة دي شوية لغاية ما السلاحف تبتدي تتحرك زي ما حضراتكم شايفين كده ابتدوا فعلا يتحركوا والروح دبت فيهم من جديد فسبحان الله حتى التوقن برضو ابتدى يتحرك بس لسه محتاج أكتر يفوق أكتر فده يعني بنحطها طب مدة قدقية تنطينينا أنا مش أقدر أقول لكم مدة معينة لأن على حسب درجة الحرارة اللي هتوصل للسلحفة يعني لو أنا حسيت أن الصادفة بتاعة السلحفة ابتدت تسخن على طول أوتوماتيك بشيل اللمبة عشان ممكن تقذي السلحفة وتجيب لها إجهات حراري فأحل مشكلة البرد القاتل اللي احنا فيه ده في الشتاء لأن السلحفة الفقس ما تقدرش تتحمله السلحفة الكبيرة زأزوء وزأزوءة بنكتفي بس أن احنا محطوهم في مكان مفهوش طيار هواء ولا في مطر ولا في برد بنكتفي بحاجة زي كده وخلاص على كده أما السلحفة الصغيرة لا أنا هنا طبعا الخيار كبير أنا بس بشممها كده الخيار عشان أفوقها وبعد كده هي هتبتدي تتعامل وحدها زي ما حضراتكم هتشوفه كده في البيتادة السلحفة زي ما حضراتكم شايفين تبتدي ابتدت تاكل الخيار طبعا أنا مقطع الخيار رفيع جدا هو كبير بس رفيع جدا أنا بعد ما شيل الكاميرا هبتدي أقطعولها قطع صغيرة بحيث تقدر تاكله بمنتهى السهولة اللي عايزة بقى أقوله لحضراتكم ان افتكروا كده شكل استلاحف في بداية الفيديو وشكل استلاحف في نهاية الفيديو فاللي عايزة أقوله لكم ان استلاحف الفقس محتاجة اهتمام والسلاحف الكبيرة محتاجة اهتمام خصوصا خصوصا في فصل الشتة لأن استلاحف من زواية الدم البارد هنا زي ما قلت لحضراتكم ارتفاع اللمبة عالي ما ينفعش ان أنا أحطها مباشرة فوق صدفة السلحفة لازم يكون الارتفاع عالي زي ما أنا وريت لحضراتكم شايفين استلاحف ابتدت تتحرك ازاي بجد أنا اتخضيت عليهم جدا وزعلت عليهم جدا فالحمد الله رب العالمين أتمنى الفيديو ينال إعجاب حضراتكم وزا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك الحلو كمان تشتركوا في القناة عشان كل جديد ينزلو ينزلوك وتستفادوا منه إذا عاشتوا وكان لعمر انتظروني في فيديو جديد باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر